كابت المحمول الخطيب رئيس النادي الاهلي عمل جلسة مع مارسي كولر وقال له انه مجلس الادارة بك كامل بيدعمك وقال له احنا وراك واسكين من قدراتك واسكين من قدرة الفريق واسكين من قدرتك ان انت تعيد الفريق الى الطريق الصحيح والخطيب طلب من كولر وفقا للمعلومات اللي وصلت لنا في رقم 10 عدم الالتفاق لأي اخبار خاصة برحيله وانه كل الدعم من مجلس الادارة ليه ده كلام الكابت المحمول الخطيب ليه كولر من ناحيته بلق الكابت المحمول الخطيب انه هو مركز بس مع الفريق ومركز جدا انه الفريق يشتغل كويسي بالقود السوبر المصري وانه هو مش بيلتفت لأي اخبار او اشعاعات وانه مركز جدا مع الفريق عشان الاهلي حقق السوبر المحلي ويحافظ على اللقب موضة قديمة اوي اوي وركز معاي بقى افدي موضة ده ماتقيل انا اسف لانا اقول كده والله انا اسف وبقت موضة رخيصة يعني كمان ما فيهاش ايه كرياتيفي دي كده ما فيهاش ابتكار وابداع يقولك ايه قبل اي مباراة محلية للاهلي مثلا او قبل اي مباراة محلية للزمالك افريقية بتاع تعال بقى ايه ووزع اخبار كده ووزع معلومات قول مثلا ان الاهلي هيمشي كولر قول مثلا ان الزمالك متخاني معزيزه قول مثلا انه الاهلي هيوقف امام عشور قول مثلا ان الزمالك بيجاهز بديل جوسيجو ميزل بص لقى اخبار من العدم حرفيا من العدم يعني انت عارف مثلا الحاجات دي لما بتجيلي يقولك ايه يمكن يطلع صح وانت احنا ايه ما اخدنا مفاجئات فانقول تم ما نلف كده لفة نشوف الكلام ده ممكن يبقى مثلا ليه اصله ولا حاجة تكتشف انه الكلام حتى لم يناقش بين عضوين في مجلس الادارة ام عادينا على القهوة بيشربوا قهوة وشاي خمسين لم يناقش حتى بقاعدة كده اللي هو ايه والدية ما تجي بقى ايه لو اقول اهلي خسر السوبر ما نمشي مارس الكورنر ما نقول رأينا كده ونمشي مارس ما فيش الكلام ده هجماعة انت برضو كمان المتلقي دايما نقول كده المتلقي حلل الكلام وعقله لقيته عدى من دماغك ودخل وسكن ماشي لقيته كلام هوا كده خليه هوا ما تسبتوش انت با ايديك خليه هوا وسيبه يعدي ده رأيها ياللي بيفكر كده تقديم اوي اوي يحكايا